تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة تيجيكم من أنا محمد عوال عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنمعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتاكوا فيها حلقة اليوم بنتكلم فيها عن سيرجو راموس أكيد بتقوله تأخرت يا عوال 3-4 أيام وبصراحة عمدت ذلك حتى الأمور تهدأ ونتكلم بهدوء ومنطقية عن قصة أبدا مش قليلة في كرتب قدم عن رحيل واحد من أهم أساطير ريال مدريد مش في الزمن الحالي عبر تاريخه بطريقة أقرب روح ما بدي أجدد لك لأنه حسب التأكيدات والله العرض اللي أعطيناك هي انتهت مدته هذه الحلقة حنتكلم فيها بكثير محاور المحور الأول الرياضي المحور الثاني مسأل تعامل ريال مدريد مع أساطيره المحور الثالث ميول إعلامية مدريدية بلشت ترجع لزمان والمحور الرابع فلورنتينو بيريز اللي بعيش ضغط رغم أنه يبدو هادئ كثير أمام الناس من المسألة الرياضية خلينا نبدأ ولما نحكي مسألة الرياضية نتكلم عن أرض الملعب لما كان ناتشو ميليتاو بقدم مباريات ممتازة في ضل غياب فارانو راموس جميعنا أدركنا واتفقنا أنه فيه ضغط كبير عم بتعرض له سيرجيو راموس لأنه فيه لعبين عم بقدوا مباريات جيدة ممتازة وبلعب مباريات كبيرة غاية في التنظيم والانتظام برغم غياب الفلاعبين المميزين جدا في خط الدفاع من هون قوي موقف ريال مدريد مش هتنازل أبدا لسيرجيو راموس لأنه رياضيا أنا وضعي تمام وزاد من الطيم بل بالنسبة لسيرجيو راموس أنه ألابة اختار ريال مدريد ووقع معهم لاعب بيلعب قلب دفاع بيلعب ظهير أي سر بيلعب وسط متأخر يعني لتلاتب واحد جابوا حرفيا فصار عندهم العمق اللي بدهم إياه على الورق وهون قرر ريال مدريد يتعامل مع راموس زي ما بيتعامل مع أي لاعب في كورة القدم راتب عقد قوانين مالية مش هنعمل استثناءات وخرج سيرجيو راموس الأساس والمنطق بيقول أنه نشفناه من ميليتاو قابل لتطور يصير مدافع ممتاز ناتشو دائما لاعب جيد ثابت المستوى رغم أنه مش لاعب سوبر ألابة خبرة شخصية قيادية لاعب يراهن عليه بالنقاش يعني من النحية الرياضية ما نحسس بالفرق بس وين حسس بالفرق كما قالت صحيفة ماركا لما حكت إيجابيات وسلبيات خروج راموس قالت بما معناه كل شيء كنا نشعر أنه ممكن في وجود راموس مسألت راموس مش بس مدافع ممتاز إقليل إيجا مثله بآخر 20-30 سنة مسألت راموس تتعلق بأنه فعلا قادر يبادر قادر يخلق فرق رغم أنه قلب دفاع ما بتكلم بس عن هدف العاشرة بتكلم عن بعض المبانيات اللي بصير فيها راموس أسرع واحد يبيقطع لتلكرة ورمى راموس يصعد ويبني هجمات بعيدا عن الأهداف اللي بنعرف حسسيتها وحسمها بالنسبة لسيرجيو مسألت الحماس الدافع للفريق هذا أعتقد لن يعوض بسنة في ريال المددد وحنحس بفقدانه في ريال المددد حنحس هذا الفريق أنه إذا مشه بمود الاستسلام حيستسلم ما في لاعب حيقولهم ارفعوا رأسكم وكملوا اللقاء أعتقد هذا حنحس فيه لكن ناحية الرياضية ربما فعلا ما نحس فيها كثير لأنه المدافعين الموجودين مدافعين خبرة مدافعين دوليين مدافعين عندهم تجربة طويلة في كورة القدم خلصنا ناحية الرياضية ناحية الأساطير وريال مدريد لا يحترم أساطيره ريال مدريد دائما أنا حتى في كتاب أكبر ما أعتقدونه جزء الثالث كتبت عن قصة غارث بيل وكتبت عنها بجزء ثاني هذا اللاعب لو جبنا إحصائياته وإنجازاته مع ريال مدريد وحطناها بأي نادي ثاني تقريبا في كورة القدم لكتب قبله الأسطورة غارث بيل الذي سجل في نهاي دوري أبطال أوروبا 2018 الذي سجل التقدم في نهاي 2014-2021 والذي كان نجم نصف النهائي أمام ماشيستر سيتي ونهاي 2016 أيضا كان لعب مباراة كبيرة وصاحب اللي تقريبا معدل تهديف نصف هدف بالمباراة طبعا قبل ما يصيبه حالة أنه بطل بدي يلعب كرة قدم مع ريال مدريد بنتكلم عن مسير أسطورية بس كيف تعامله مع ريال مدريد؟ إنه لا إهدى كل يوم انتقادات كل يوم سفرات استهجان ريال مدريد عنده حالة خاصة بالتعامل مع اللاعبين الآن نجي نحكي مسألتين الآن دي أصبحت بيزنس أصبحت شركات وبيزنس وشركات معناها طول ما أنت بتلعب كويس تاخد فلوس كويس لما تبطل تلعب كويس ما بتاخد فلوس كويس ممكن نقول لك الله معك وهنا سخيان المنطق سيرجي راموس كانت قاضى أجر ممتاز لما كان عم يلعب ريال مدريد وكان اللاعب بعمر أصغر طبيعي يعني ما لعب وصار أسطورة ببلاش لعب وصار أسطورة بعقد مالي نتكلم عن فكرة شركات فكرة احتراف ولما ترحل رحل بشكل محترم ما ارتمدك ما تم رميه على الفريق الرديف عشان يطلع غصبا عنه ما تم حتى التشهير فيه بتسريبات ربما من هون ومن هون بس لكن مش بطريقة الإهانة المطلقة راموس لا تم التعامل معه بشكل طبيعي ما جددنا لك عقدك اطلع الان مسألت انه هذا أسطورة يتعامل بشكل خاص هذا ما عاد موجود في كرة القدم ببساطة هذا اللي بدي يطبقه الان في كرة القدم هيخسر حيضطر يخلي لعبي يتفعلهم أكثر من عطائهم للفريق بتصير مخاسر مالية بعد ثلاث سنين تسمع انه هذا النادي مضطر يبيع نجمه الأول لأنه عنده مشكلة ديون ببساطة فاللي عمله ريال مدريد بالتعامل ما ما قدر اعتبره إهانة للأساطير لأن احنا في زمن الاحتراف في زمن كرة القدم في زمن الشركات يعني لو ريال مدريد قال لها راموز تعال خد 2 مليون يورو قبل خمس سنين كان حيوافق لا حيقوله مع السلامة أنا طالع هذه هي طبيعة العمل الجديد فما عاد فيش اسمه أسطورة ما فيه بالشركات يعني قبل مايكروسوفت ما بتصير تقول هذا الموظف أسطورة سيبوه لحاله خليه جددوله عقده كذا لا تعطيني وبتعطيني القيم اللي أنا بأدفع لك إياها أنا موافق لا منقول شكرا هذا التفكير منطقي فطريقة تفكير زمان في مسألة الولاء والوفاء والمسألة الأساطير والتعامل مع الأساطير وأبناء النادي انتهت ولازم نبطل نحكي فيها ننتقل للبند الثالث بند الإعلام المدريدي صحيفة ماركا والشيرنجيتو تحديدا بدروا يقل هذين الاثنين في دور السوبر الأوروبي انتحروا وكأنهم فلورنتينو بريز من أجل دوري واضح أنه نولد ميت لكن كملوا فيه والآن مع راموس هم اللي عندهم تلميحات إنه والله خير إن شاء الله كويس منيح يعني فهذا شيء يخوفني يخوفني جدا لما الإعلام المدريدي يرجع لحالة المسألة الدخول جوا النادي التعمق جوا النادي لأنه لما عملها في الماضي عطل كثير النادي وخرب كثير عن النادي وأفسد صفقات لنادي وأفسد علاقات بين لعبين ومدرب وبين لعبين وجمهور فهذه العودة خطيرة اللي بلعب فيه فلورنتينو بريز الآن بآخر سنة خطيرة للغاية ونهايته أبدا ممكن ما تكون جيدة ونختم مع فلورنتينو بريز اللي تلقى صفحة كبيرة برسالة زيندين زيدان القاسية جدا وهو طالع على صحيفة آس واللي قال فيه ببساطة النادي كان عم بيسرب أخبار ضدي واللي اتهم فيه النادي بعدم الدعم واتهم فيه حتى بالتشهير بزيدان ومحاولة إظهار إنه فاشل قبل ما يقيلوه هذا كان تهمة واضحة أيضا كان فيه الصفحة الكبرى دور السوبر لما طلع الرجل على الإذاعة بالليل وحسسنا إنه مفيش زيه بالكلام ونسيبكم من هدول الناس الدوري صاير صاير وثاني يوم الصبح كلهم انسحبوا وخلوه تقريبا لحاله ممكن لبعض يقولي والله ما انسحبوهش رسمي وانسحبوا رسمي هذه مسألة كثير معقدة قانيا بنتكلم فيها لوحدها وبدها محامين لأنهم انسحبوا في أرض الواقع فهذه الصفحة الثانية بعدين طلع من عندك سيرجو راموس اللي هو رجل العاشرة أي مدريدي يشجع ريال مدريد قبل العاشرة كان بيعرف شو يعني لحظة راموس كان بيعرف شو يعني راموس جاء بال11 في 2016 في النهائي كان بيعرف شو هاد القيمة بيعرف شو يعني يطلع راموس بالنسبة للمدريديين اللي بيشجعوا ريال مدريد من زمان بيعرف قديش هم حيكونوا عم جواتهم حتى لو مش عم بيحكوا الآن عم بيستنوا هفوة لالفورنتينو بريز عشان ينطلقوا قديش محبين زيدان عم بيستنوا هفوة عشان ينطلقوا قديش الناس اللي شعرت بإهانة ريال مدريد هو عم بيلتري دور السوبر وعم بيقعد تحت الرحمة عشان لعب دور الأبطال عم بيستنوا عشان يحسبوا الرجل اللي يباع نفسه انه عراب دور السوبر فأنا أعتقد فورنتينو بريز بيعرف كويس انه الفشل في المشروع الرياضي السنة الجاي ممكن يكون ثمنه خروج أسرع كثير من زمان لأنه في الماضي أنقضوا زيدان مرتين وأعتقد هالمرة مش هينقضوا أنقضوا لما إيجى بدل بيناتز بعدما الضغوط وسط عليه وأنقضوا بعد الموسم السيئ تعلبو تيجو سولاري وأيضا الآن أعتقد زيدان صعب جدا يرجع ينقضوا مرة ثالثة لأن الوجه اللي شافوا منه بالمرة الثانية ما كان وجه سعيد أبدا بالنسبة للأسطورة الفرنسية نوصل هون لنهاية حلقتنا كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام وضروري جدا تتابعوني على سيفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة